بعد بعرفنا كل حاجة عن تهاب الحافظات تعالوا بنا نعرف العلاج بتاعها بيكون عامل ازاي بس خلي بالي العلاج ده بيكون تحت اشراف طبيب او صيدالي عشان هم الناس الوحيدين اللي بيقدروا يشخصوا الحالة كويس يلا بنا نعرف العلاج بتاعها بيكون ازاي اول حاجة لازم يكون في تغيير الحفاظ بشكل مستمر لو شخص او طفل يعني عايزي بيكون تغيير حوالي تقت مرات في اليوم لكن لو شخص او طفل عم تباول كثير او حالة اسهل بيكون تغيير من 3 ل 5 مرات في اليوم تاني حاجة لازم ادهن حاجة ترجع البريار بتاعي اللي هو الحاجز اللي باز يعني تساعد ان طبقة اللي عامل احماية اللي هي للستوتام كورنيم ترجع مرة تانية بخسر البيبي كويس ونشفه وبدهن زي مستلة 1-2-3 ممكن ببانسين اوينتمنت او ممكن اقل سعران بيكون اي حاجة فيها بنسينول او ديكسا بنسينول ده كل ده بيساعد على ان المرات قضية ترجعت مترطبة تاني والحاجز ده يرجع لتعايد مرة تانية فيه برضه حاجة اسمها ابيديرم سوزينج كريم وممكن برضه ادهن زينكوديرم وممكن برضه ادهن فازلين بس قبل ما بدهي الفازلين لازم يكون البشرة بتاع تبابة تكون من الديق تات حاجة بما ان احنا قلنا السبب بتاع الالتهابات الحفاظات بيكون فطريات فبالتالي لازم ادهن كريم مضاد لفطريات لو هو هطفل تحت السنتين فساعتها المادة فعالة هيكون منسبة ليل في المضاد لفطريات هي بتكون نيستاتين ودي موجودة في نايس بيبي اينتمنت ونستافورم اينتمنت لو هو هطفل فوق السنتين ساعتها في مادة فعالة كتير بتكون يعني متاحة معي زي مثلا كلوتريمازول موجودة في كندستين كريم ودرمازين كريم ميكونازول اللي موجودة في دكترين كريم وميكوناس كريم كيتو كينازول اللي موجودة في نيزاباكش شامبو ونيزورال شامبو اللي بقى لمرارب فطريات ده بيستخدم من أسبوع لأسبوعين يعني آخر أسبوعين لو بتحسن في خلال الفترة دي اللي هي من أسبوع لأسبوعين خلاص أوقفه ولو بتحسن قبل كده برضو بوقفه بس المهم ماكسما بتاعي هو بيكون أسبوعين وبه حاجة لو التهبات لسه جديدة شوية برضو بحط لها كورتيزون أمن حاجة عندي هو الهايدرو كورتيزون وده موجود فيهن موجود في تكسا كورتي كريم موجود في هايدرو كورتي كريم موجود في هايدرو كورتيزون كريم وما يفترش للاستخدم كورتيزون كوي عشان ده ممكن يؤثر على الجلد بتاعه ويسيب علاماتها فخصوصا في المواطق الحساسة لدي مش بيفضلها استخدم عليها كورتيزون كوي زي اللي موجود في البيتاديرم مثلا الهايدرو كورتيزون ده أول اختيار أنا بلجأ له تاني اختيار لو الهايدروكورتزون كان ضعيف شوية ساعتها بلجأ للموميتازون وده موجود في القلكة أم كريم ده بيكون الاختيار التاني بالنسبالي خلي بالي مدى استخدام الهايدروكورتزون بتكون من أسبوع لأسبوعين ماكسمام أسبوعين ولو هو الشخص ده اتحسن قبل كده ساعتها بوقفه برضو يعني استخدام مؤقت أنا بنبه برضو على الحتة دي عندي كريمات بقى بتكون أصلا فيها مضاد الفطريات مع كورتزون زي مثلا نستا فورم اوينتمنت داكتا كورت كريم ميكوناز اتش امال الكا ام كريم هم حطيني لاتنين في عباوة واحدة خامس حاجة بقى لو هي كانت بكتريا وإحنا قلنا الفيديو اللي فاد إزاي بفرق بين الفانجر والبكتريا ساعتها بستخدم مع مضاد الفطريات ده والهايدروكورتزون بستخدم أنسي بكتريال كريم بيكون كريم موضعي يعني بحطه زي فيسيدين كريم فاركوسين كريم او اي موضع حيوي موضعي ممكن ادهنه بس واستانوا حلقات جاية هكلمكم عن اهم الخطوات اللي الشخص لازم يمشي عليها بعد ما التهاب الحفاظات ده يخلص ويخف من عنده عشان التهاب الحفاظات ده مايرجعلوش مرة تانية اللي هي خطوات البروتكشن الحماية استانوا حلقات جاية دمتم حلوين وبخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة